طلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله رحب بكم في درس جديد من دروس مادة المهارات الحياتية والبحثية ودرس اليوم هو الدرس الرابع بالوحدة الدراسية الأولى أنا طالب جامعي لطلاب الصف الحادي عشر هذا الدرس عن السيرة الذاتية وإعداد الطالب للمقابلة الشخصية الجامعية إن شاء الله أهداف هذا الدرس أن يتعرف الطالب ما هي السيرة الذاتية وأن يكتب الطالب سيرته الذاتية وأن يتعرف الطالب أبرز الأسئلة المتوقعة للمقابلة الجامعية بداية تعتبر السيرة الذاتية في كثير من الجامعات همزة الوصل بين الطالب والجامعة التي يرغب في الالتحاق بها وتختلف طريقة كتابة السيرة الذاتية للطلاب عن السيرة الذاتية العادية حيث يتم التركيز في السيرة الذاتية للطلاب على الإنجازات الأكاديمية والأنشطة المختلفة للطالب مثل المواهب والقدرات والخبرات الشخصية سعالوا لنتعرف على السيرة الذاتية أولا هي عبارة عن وثيقة تحتوي على مجموعة من المعلومات المحددة عن الطالب كالمعلومات الشخصية الأساسية والمؤهلات والخبرات الأكاديمية والحياتية مكونات السيرة الذاتية تبدأ السيرة الذاتية بذكر المعلومات الشخصية ويقصد بها أن يكتب الطالب اسمه وبريده الإلكتروني وعنوانه ورقم هاتفه الشهادات الدراسية والمؤهلات ويقصد بها أن يذكر الطالب نوع دراسته الثانوية وما حصل عليه من دورات تدريبية أو برامج دراسية غير الدراسة الثانوية الخبرات العملية والأعمال التطوعية ويقصد بها ذكر الطالب لأي أنشطة بحثية أو تجارب علمية شارك بها ويذكر الأعمال التطوعية ومشروعات الخدمة العامة التي شارك بها المراجع المؤسسية أو الشخصية وهي معلومات التواصل مع مدرسته الثانوية أو معلومات التواصل مع إدارة الأنشطة التطوعية التي شارك بها الطالب ومن الممكن وضع هاتفي بعض معلميه لكونهم أعلم الناس به لتستطيع إدارة القبول مراجعتهم في التعرف على مدى صدق وصحة البيانات الواردة بالسيرة الزاتية للطالب الآن من خلال فهمك الأولي لطبيعة السيرة الزاتية من خلال هذا النشاط نشاط رقم 1 على 7 صفحة 56 بالكتاب تعالوا نتأكد من فهمنا لطبيعة السيرة الزاتية وكيفية إعدادها قم بإيقاف التزجيل وأجب على هذه الجمل هل هي صحيحة أم غير صحيحة وسأعود إليك بعد قليل لأوضح لك ونتناقش معا في مدى صحة هذه العبارات أو عدم صحتها إن شاء الله الآن نعرض معا ونتناقش حول إجابة هذه الجمل في صحاتها أو عدم صحاتها الجملة الأولى إضافة الصور لجعل السيرة الزاتية أكثر جاذبية هل يجوز أن تتحول السيرة الزاتية إلى ألبوم للصور؟ لا يجوز ذلك بل هناك بعض النظريات الحديثة التي تقول بعدم وضع صورة أصلا في السيرة الذاتية تجنبا للعنصرية وغيرها وقد يصح ذلك في مسألة الشركات أما في مسألة الطلاب فلا مانع من وضع الصورة الشخصية فقط لكن لا نضيف أكثر من ذلك من الصورة تدقيق السيرة الزاتية للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية والنحوية أكيد أن الإنسان مهما بلغ من العلم في أي لغة من اللغات إلا أنه يحتاج إلى المراجعة الدائمة ممنهم أدوى منه وأعلم منه لذلك في المراجعة هي جملة صحيحة استخدام النقاط بدلا من الفقرات الطويلة أكيد نحن ذكرنا في المقال الشخصي أن نعتمد على الفقرات لكن في السيرة الذاتية هي معلومات واضحة ونقاط محددة الوضوح والدقة في كتابة المعلومات والتسلسل هذا شيء أكيد في كتابة السيرة الذاتية نبدأ بتواريخ مرتبة وتسلسل منطقي في ذكر المعلومات حتى تكون واضحة ودقيقة في عوضها وتقبل إن شاء الله إضافة المعرفين أو المراجع مرفقة بأرقام الهواتف نحن ذكرنا ذلك من أسس كتابة السيرة الذاتية أن نذكر مجموعة من المراجع التي يعود إليها الأفراد في لجنة القبول للتأكد من صحة السيرة الذاتية إذا احتاجوا لذلك إضافة معلومات الاتصال الخاصة بك في بداية السيرة الذاتية هذا مؤكد لتستطيع لجنة القبول أن تعاود الاتصال بك وأن تسل لك نتيجة قبولك على بريدك الإلكتروني أو تقوم بالاتصال المباشر استخدام العديد من الألوان والخطوط المختلفة مما يضمن قيام قسم القبول بقراءة السيرة الذاتية استخدام عديد الألوان يضعف بصر المتلقي ويضعف عوض السيرة الذاتية بل لون أو لونين على الأكثر وبنط واحد للكتابة يكبر أو يصغر حسب الحاجة في كتابة السيرة الذاتية المبالغة في إضافة المعلومات مما يعكس مدى خبراتك المبالغة كلها تبعد الإنسان عن القصد وتجعل هناك علامات استفهام في سيرته الذاتية فالدقة والوضوح والاختصار والموضوعية هي الأساس لذلك هذه الجملة خاطئة والأولى الدقة والوضوح بدلا من المبالغة في نشاط واحد على ثمانية نريد من حضراتكم أن تقوموا بكتابة سيرتكم الذاتية مع الأخذ في الاعتبار ما تعلمناه سابقا عن أساسيات كتابتها وعند الانتهاء من كتابتك في الكتاب من الممكن أن تطلب من معلمك إلقاء نظرة عليها مع الأخذ بعين الاعتبار إجابتك على النشاط السابق بإمكانك أن تستخدم الأسئلة المحددة بالنموذج لمساعدتك في إكمال سيرتك الذاتية ومن الممكن الاستعانة ببعض المواقع المتخصصة لذلك وهي منتشرة بصورة كبيرة على شبكة الإنترنت وتمكنك من إعداد سيرة ذاتية متميزة وذات تصميمات متعددة المقابلة الجامعية الآن نصل الهدف الثاني من هذا الدرس وهو مدارسة موضوع المقابلة الجامعية وأهم الأسئلة التي يتوقع أن تواجهها خلال المقابلة الجامعية بإذن الله تعالى بداية تعد مهارات النجاح والاستعداد للمقابلة الجامعية واحدة من أهم المهارات التي تمكن الطالب من التعريف بنفسه بصورة مباشرة للجنة القبول بالجامعة ويظهر الطالب من خلالها اهتمامه بالالتحاق بالدراسة لتخصص معين وسر اختياره لتلك الجامعة وتفضيله لها عن غيرها من الجامعات الأخرى وعلى الجانب المقابل تعطي المقابلة الجامعية فرصة للجنة الاختيار لمعرفة المزيد عن الطالب واهتماماته واستكمال ما تريد معرفته عنه لكن ماذا عن أنواع المقابلة الجامعية؟ للمقابلة الجامعية أنواع نذكرها أهمها نوعان وإيسيان النوع الأول المقابلة مع شخص أو فرد واحد وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً حيث يلتقي الطالب مع أحد أعضاء لجنة القبول بالجامعة التي يرغب الالتحاق بها للتعرف عن قرب إلى الطالب المتقدم للدراسة النوع الثاني المقابلة مع لجنة ويستخدم هذا النوع من المقابلات غالباً بعد إجراء المقابلة الجامعية الأولى مع أحد أعضاء لجنة القبول وغالباً ما تتراوح أعضاء اللجنة من 2 إلى 4 أعضاء يقومون بإجراء المقابلة الجامعية مع كل متقدم على حدة وفي بعض الجامعات والكليات تقتصر المقابلة الجامعية على بعض التخصصات وعادة تكون تلك التخصصات ذات الطابع العلمي كالطب وبعض التخصصات العملية كالفني والتصميم الأسئلة المتوقعة للمقابلة الجامعية الآن نصل لأهم نقطة في هذا الموضوع هذه الأسئلة هي أهم الأسئلة المتوقعة لمقابلتك الجامعية ونعرض فيها لمجموعة من الإجابات النموذجية التي تساعدك في تحقيق القبول والفوز بالثقة لجنة القبول إن شاء الله تابع معي في كتابك إجابات هذه الأسئلة لنتناقش فيها معا حين نسأل أخبرني عن نفسك أو ما الذي يجعلك مميزاً في هذا السؤال تريد لجنة القبول أن تعرف بؤيتك وأن تعرف مدى معرفتك بنفسك حاول تحدث عن عواطفك وهواياتك واهتماماتك يمكنك مناقشة ما يدفعك للإنجاز أو ما يحب أصدقاؤك فيك كن محدداً لا تسهب في الإجابة كن مميزاً في عوضك كما يمكنك عوض قصة مختصرة عن صفة أو سمة فريدة تتمتع بها حين نسأل لماذا أنت مهتم بالدراسة لدينا تحدث عن اهتمامك بالبرنامج الأكاديمي للكلية أو القيم الثقافية للجامعة أو الأنشطة الخارجية التي يتم تنفيذها مع البرنامج الأكاديمي كن شاملاً لا تحدد ولا تذكر التصنيفات ولا مكانة الجامعة أو أن مبانيها حلوة أو أن مكانها مميز أو أنها قريبة من المنزل حين نسأل لماذا اخترت هذا التخصص فكر بعمق في سبب رغباتك في متابعة هذا التخصص لماذا تجده مميزاً ما هي التجارب الحياتية التي أثارت اهتمامك بالموضوع كيف ستمكنك هذه الدراسة بهذا التخصص من تحقيق أهدافك المهنية المستقبلية حين نسأل ما هي نقاط قوتك الأكاديمية إذا كنت تمتلك مهارات التأليف أو الكتابة أو يجدك معلموك متميزاً في مادة علمية محددة أظهر للجنة تلك المهارات وكيف استخدمتها للتفوق في المدرسة وكيف تخطط المواصلة استخدام نقاط القوة الأكاديمية الخاصة بك في دراستك الجامعية حين نسأل ما هي نقاط ضعفك الأكاديمي أو كيف عالجتها لا مانع من ذكر نقطة ضعف مرتبها في أثناء الدراسة في مادة معينة أو مرحلة دراسية ما على أن تذكر كيف واجهتها وعالجتها غالب الجامعات ترغب في الطلاب الذين يمكنوا أن يواجهوا التحديات ويتغلبون عليها حين نسأل ما الذي تخطط المساهمة فيه بالجامعة قم بذكر نشاط أو اقتراح يمكن أن تضيفه للجامعة أو الكلية غالب الجامعات ترغب في الطلاب الذين يمتلكون الإبداع والاقتراحات التي تسهم في رفع قدر الجامعة والذين يشاركون بإيجابية مع زملائهم كما يمكنك ذكر بحث محدد ترغب في متابعة العمل عليه خلال دراستك الجامعية حين نسأل ما الذي تتوقع القيام به بعد عشر سنوات من الآن لا يلزمك في هذا السؤال تقديم إجابة كاملة عما تريد تحقيقه خلال عشر سنوات لكن ترغب الجامعة في أن تراك متحمسا لتحقيق أهدافك وصاحب طموح ولك وؤية بعيدة المدى وخطة وأهداف تنظي في تحقيقها وجزءا بارزا فيها كليتك ودراستك الجامعية للتأكد من فهمنا لطبيعة الأسئلة والطرق المناسبة للإجابة عنها نجد بالكتاب نشاط واحد على تسعة صفحة ستين وهو نشاط متميز عباة عن اختيارك لعدد ثلاثة أسئلة من ضمن الأسئلة السابقة على أن تضع لها إجابة مناسبة بأسلوبك الخاص من المهم أن تضع نموذج إجابة يدل على عمق فهمك لطبيعة المقابلة الجامعية والهدف منها وجاء أبدع في إجابتك ختاما أشكر لكم حسن الاستماع وأذكركم بأهمية العودة للتسجيل لمزيد من الفهم والحصول على الفائدة الكاملة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته